صدق الفريق أول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة دفعة يناير عام 2025 تتضمن الشروط العام للقبول أن يكون المرشح ووالده وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على جنسية دولة أخرى وأن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف وأن يكون على حسن السير والسلوك